السؤال بقى هل الحكومة حط في دماغها أصحاب المرتبات؟ يعني حط في دماغها الطبقة المتوسطة المصرية؟ طب هل الحكومة النهاردة تقدر تجاوبني على مين هي الطبقة المتوسطة في مصر؟ لو عايز الحق أنا أقدر أجاوبك؟ أظن لا ما تجاوبش الحكومة مش هتجاوبني الحكومة مش هتدي لي إجابة شافية يعني كلمة مثلا يقولك إيه وفي مصر ثلاث طبقات غلط طبقة المتوسطة الوحدة حدوتة طبقة المتوسطة أكتر من شريحة يعني اللي جايب عربية صيني بالتأسيط وبيستخدمها الصبح في أوبر وبعض الدهر لعياله ده يعتبر إيه؟ هو رجل موظف وجايب عربية صيني وبيشغلها ده يعتبر إيه؟ طبقة متوسطة؟ ولا هو من الفقراء؟ ولا هنستخدم التعبيرات بتاعت الطبقة المتوسطة الدنيا والطبقة المتوسطة العليا والطبقة المتوسطة الوسطى لا هم أكتر من 3 4 5 6 7 8 ويمكن 9 ده لو أنت رجعت كويس نمط المعيشة بتاعة الطبقات المتوسطة اللي في مصر هتكتشف حاجات كتير يجي هنا السؤال إذا كانت الحكومة مش مديالي تعريف على الطبقة المتوسطة يبقى إزاي هتقدر تكترث أو تتفاهم هموم الطبقة المتوسطة حصلت زيادة في الأسعار في بداية العام؟ حصلت زيادة في أسعار سلع وخدمات وما إلى ذلك ترجمة نانسي قنقر